بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل مع شخص من برج العقرب برج العقرب هذا اشوف انه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون ازقاد ما تحاول تبني وياه او مو شرط يعني برج العقرب يعني اي ساين ثاني عادي للناس اكوا تسأل بالابراج تقول مو هذا البرج فالابراج هي الفئة محددة من عدكم اللي يتعاملون مع الشخص اللي برجة اقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم اكثر من عدكم انتو فاشوف انه انت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة او طلعت من عمل بظلم اكو شخص خرب عليك بشغل او حتى بعلاقة وادى انه هاي شغل او العلاقة تنتهي وتنهد اشوفه انت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون ده تمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم اشوف علاقة مهزوزة بيناتكم فاشوف انت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة اه تعصوب وصاير عندك عناد عنيد جدا انت بالفترة الحالية ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور برج الثور اللي انت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لان هو بعد برج الثور هو ينطبق المثل بي بالعناد فاشوف ان انت تتعامل ويا شخص عنيد جدا شخص ما يهتم لك متعد شخص دائما من تحت شوية يخليك توصل الى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك اشوف اكو شخص ضغط عليك بسابق شان هواية وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور او حتى برج الميزان فهذا شخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه او بالفترة الحالية انت بحالة انفصل اكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وانت بالفترة الحالية ممتعض من تصرفات هذا الشخص او حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهره هو مكان جوهر نظيف مكان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر خارجي فانت اكتشفت على حقيقته ومن اكتشفت على حقيقته هذا شي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك وخلى امورك كلها يعني تتبعثر من بعد حيرة انت تشنت بها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين او حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين او حتى بينك وبين شخص فاشوف تشنت ما اخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار فانت انفجرت على هذا الشخص وصار ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وادى هذا الشي الى مشكلة ببيناتكم سببت انه يصير بينكم زعل او حتى فراقة وانفصال لبعض من اتكم اشوفك انت يعني حاتش بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان بركان وانفجرت شانت عندك بركان من الغضب بداخلك وفجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بيه قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه اذا تمنتظر مواجهة من هذا الشخص اللي هاني قادحت عليه فالمواجهة راح تكون موجودة خلال اسبوعين منها يعني من التاريخ ما انت تشوف الفيديو اسبوعين اشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص راح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلطة هسا هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والاسري وممكن تكون على صعيد العمل انه انت انفصلت من العمل بسبب العصبية الزايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا شيء ادى لانه انت انفصلت من العمل وطلعت هذا كل هذا يعني خليه بالماضي خليناه فهذا هذا العام راح يكون بداية عصرك يا برج ادل وانت من هاي العام بلشت الانطلاقة هي هاي الانطلاقة الجديدة اللي راح تبلش بحياتك من هاي السنة ان شاء الله امورك المادية امورك العاطفية امورك الصحية حتى امورك العائلية يعني صح ممكن تبدي شوي بمشاكل السنة ولكن راح تهدأ وتستقر بعدها قراراتك كلها راح تكون صحيحة عندك انتصارات على هواي ناس مريت بيها حتى الناس اللي ظلموك بحياتك قبل اشوف راح يصير عندك نوع من استرداد الحق او حتى الغفران الذاتي راح تغفر لهم لانه انت طاقتك ايجابية جدا عالية واساسا امورك اشوفها بهاي السنة على جميع الاصعدة امور جدا ايجابية وحلوة انت الطاقة العامة للسنة هي طاقة الويل يعني عجلة الحظ طلعت لك اول ورقة باشي اللي يتوج هاي السنة انت عندك الحظ كله وياك اي خطوة تريد تقدم عليها ابدأ بيها خاصة ببداية السنة اول خمسة شهر من السنة حاول انه اي طموح عندك اي احلام تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف تشانت بسابق اشوف راح تتخلص من عندها الاوهام اللي كانت موجودة حتى الامور اللي مضمومة عليك عندك وضوح من بداية السنة راح تنكشف لك هواية امور هواية اسرار ممكن حتى هواية اقنعة سقطت الاقنعة خلاص اكو هواي ناس بحياتك كانوا لابسين اقنعة سقطت الاقنعة من عندهم ممكن يكونوا من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عندكم اعجلة تلحظو اياك وطبعا طلعت لك وياها اوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير انت نفسك راح تتفاجئ من عنده البعض منكم اشوف اللي عنده عمل ثابت اكو عمل ثاني اه تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدال الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي وعندك هنا انا ورقة فانت عندك تقدم من التسعة للعشرة امورك اشوفها بالعمل امورك المادية امورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة انت بلشت تعرفه هواي ناس على حقيقتهم بلشت ان التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الامور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت امورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالاخص قاعد اشوف البعض من عندكم عنده نجاح على الصعيد العملي او حتى اذا كانت لبعض الناس اللي عندهم دراسة اشوف اكو نجاح اكو انتصار اكو تقدم اكو شي بعملك انت اذا كانت انت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور به راح يطور هذا العمل اللي انت بيه وراح تنعرف وتنشهر بيه واكو ناس هواية راح تفرح لك بيه عندك تقدم بالعمل امورك المادية في تحسن ممتاز ممكن اول شهرين من السنة تكون الامور يعني بها نوع من المعلقة ولكن بها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة التينوف بنتيكال يعني كل الارباح اللي انت منتظرها او حتى ناتج العمل او العمل اللي انت ممكن تكون دخلت عمل جديد ارباحها كلها تبين انت من نهاية السنة ان شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا وامورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك اسرة مثلا امورك الاسرية استقرار مادي اليك والعائلتك قاعد اشوف كلش كبير منان نهاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الاموال تبدأ الدور عليك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر اذا كانت عندكم ورث او حتى اموال منتظريها عالشخص صار لكم سنتين منتظرين او حتى مشاكل تخص ورث اشوفوا الهذا المشاكل راح تنتهي ان شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك او حتى الاموال اللي تشنت مديونيام شخص اشوفها راح ترجع لك هاي الاموال وراح تفرح بها امورك المادية كلش زينة ان شاء الله تتحقق عليك وماكو احلى من هيك اوراق تطلع للامور العملية والمادية عملك اشوفها في تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم اعمالك اذا شنو اذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين اعمالك وما تقصر ولكن الحظ لا جانبك فلا تخاف ولا تقلق يعني فبرج الدلو كل التوفيق لكم على الصعيد المادي ان شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي اشوف عندكم شفاء موجود اموركم الصحية تمام ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية من شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عندكم بالعائلة مريض وشتو شايلين هما اشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد اشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون وتفر اي شي خص من العائلة انتم موجود يعني عنده مشكلة صحية او ازمة كان مار بيها اشوف عنده شفاء اكو فرحة عائلية اكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو اللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة او حتى عندكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم اشوف اشوف العفو الحمل الموجود عدكم بهاي السنة ان شاء الله اكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة ممكن ذانتي حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فاشوف الولادة راح تسهل اريك وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والاسرية البعض منكم قلت لكم ممكن يكون صاير زعل بينك وبين شخص من العائلة او حتى شريك الزعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر او ثمان اسابيع او حتى من شهر الثامن هذا زعل موجود بينك وبين اكو خلافات اضطرت الانو انت اما انت انسحبت بزعل او هو زعل وانسحب من عندك هذا شخص قاعد اشوف انو الامور ببيناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ واذا تش انتم منتظرين عودة شخص غائب عليكم او شخص مسافر فاشوف العودة راح تكون بشهر الثامن ان شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي مسافر او حتى اللي يترككم ورحل يعني وصار بينكم وبين نزعل فاشوف ممكن تكون اكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الامور تعدي بسرعة بسرعة ماكو مشكلة كبيرة يعني اموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلو من بعض اختلاف وبوجهات النظر والخلافات احلامك وتطلعاتك يا برج الدلو هو احلامك وتطلعاتك من بينها من الاوراق اللي موجودة فاكيد يعني راح تكون لثري اوف بنتكال انت بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع او حتى قاعد تدرس شراكة معينة او قاعد تحلم انو اطور بشغلك اطور اوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فاشوف انو احلامك وتطلعاتك العفو انو انت تجد بالعمل اللي انت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحقق ان شاء الله النجاح فانت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة انت منطلق يعني انت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية امور كانت معلقة بالسابق شانت تتأجلها دائما من هاي السنة هي سنة الانطلاقة اليك يعني انت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع الثروة لحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها الورقة التينوف بنتك اللي هو الاكتفاء المادي ورقة الثروة ورقة الاستقرار المادي خلاص بعد انت امنت مستقبلك امنت مستقبل اطفالك ممكن حتى بيتك فهاي سنة الانطلاقة اليك حاول انو تستغل كل يوم من هاي السنة لانو الحظ بجانبك موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك وبعقودك اللي بعض من عندكم طبعا يشوف اذا شدتم انتظرين شراء بيت فاعدكم هاي اوراق تنقل وهوي اوراق شراء بيت وايضا هنا طلعت لكم فاذا شنتوا ناوين اطلعون من العائلة تنتقلون للبيت وحدكم الانتقال موجود لانو اساسا هي ورقة العائلة طلعت لورقة الانتقال فاكو انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل الى بيت جديد يطلع من بيته وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون او حتى صار لكم سنتيا تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت تشترون عقار فاشوف الشراء موجود ان شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وايضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها اشوف اكو شراء بيت لكم بهاي السنة اذا شنتوا انتو صار لكم فترة تجمعون الى وممكن حتى يكون شراء سيارة اموركم المادية اشوفها تمام تمام كلها زينة اموركم الصحية اموركم العائلية خلينا ننتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون مع شخص من برج هوائي او شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص اشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد اشوف هذا الشخص امركز على اعماله مركز على الاموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه او من يصير عتاب اه يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام اشوف اعدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هواي او من برج ترابي هذا الشخص اه قلت لكم عدة طاقة اهمال عالية اتجاهكم انتو تعبانين من اهمال تعبتم من علاقتكم بي وبالفترة الحالية قاعد اشوف البعض منكم اما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها او خلال اول اسبوع من السنة يعني اول اسبوع من هذا الشهر او بعد اسبوع من الاسبوع راح تتخذ قرار انه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيه ثبات هذا شخص يوم موجود بحياتك ويوم اختيفي يوم اهتمامي بك زايد يوم ما يهتم اصلا وكل ما تحكيوا اياه هو عذره انه هو مجغول بالعمل 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 فاشوف انه هذا الشخص انت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك به هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة انت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقتك به من حياتك او حتى التواصل ممكن البعض منكم يكون سوي بلوك او راح يسوي بلوك بالفترة الجاية قراراتك طبعا بمكانها لانه طلعت لك ورقة الاسوفوندس البداية الجديدة القرارات الصحيحة الانتصار حتى فانت راح تخلي الكارما تشتغل على هذا الشخص لانه اساسا ورقة الكارما موجودة وياك هو راح يرجع بعدين يحاول انه يصلح الامور ولكن اشوفك انت ماخد قرارك انه تقطع علاقتك به نهائيا بالنسبة الحبايب المرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد اشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاثة شهر تفكرون بموضوع زواج او بترسيم العلاقة البعض منكم قاعد يفكروا بترسيم علاقة ممكن صار لها ثلاثة شهر اكو ترسيم للعلاقة اكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهسا داخلين بعلاقة جديدة صار لها ثلاثة شهر او شهرين اشوفوا العلاقة متكافئة الحب بيناتكم متبادل العطاء بها متبادل الثقة بيناتكم موجودة هذا شخص نيتا جادة عدكم بزواج وارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين اشوف انه خاصة لي صار لكم فترة طويلة والامر كان قاعد يتأجل بسبب امور مادية فاشوف اموركم المادية في تحسن واكو تكافئ بينكم وبين هذا الشخص اكو عدكم احتفالات اكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين اشوف بالبيت ممكن تكون عدكم فرحة بطفل جديد ولادة جديدة اتخذكم او اتخذ شخص من العائلة المهم اشوف اكو مناسبات حلوة اكو حفلات اكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين او حتى اللي يفكرون ينتقلون مو شرط شراء منزل فاشوفوا الانتقال بيناتكم موجود والانتقال راح يكونوا بصالحكم واكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة او ترسيم العلاقة خلال اول ثلاثة شهر من السنة ان شاء الله الامور المرتبطين راح تكون كلش حلوة والله يسعدكم ان شاء الله بعض ويتماملكم على خير بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين اشوف انه اكو شخصة من الماضى راح يرجع يتواصل وياكم راح يحاول انه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وانتو شبه ناهين العلاقة بيه او حتى بنفكر انه برجعت اشوف هذا الشخص خاص اذا كان من برج الميزان او برج العقرب ايضا هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهس قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد اساسا عندكم طاقة اعتذار من شخص قتلكم جرحكم سابقا بالكلام صارت بينكم وبينه المواجهة وايضا طاقته هوائية فهذا الشخص اشوفه راح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عدكم ويبدأوا ياكم بداية جديدة بالعلاقة طبعا لبراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو برج الجفزاء برج الميزان وايضا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن انت مجرحة او ممكن هو اللي مجرحك بالكلام فاعدكم هنا انا قلت لكم اكو رجوع العزاب عدكم شخص من الماضي راح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأوا ياكم بداية جديدة ولكن اشوفك انت البعض من عدكم انتو خلاص هاي العلاقة وقفتوها قطعتوها فاعدكم علاقة جديدة شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاي راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل لحياتكم ممتع بحياتكم ممتع بحياتكم برج دل امتع برج حالك ترجماته انتبه 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 ترجمة نانسي قنقر